لكن انخفاض منسوب الشفافية جماعة بهذا الشكل الحد اللي المهانس عدلي أشار إليه أنه فعلاً أنت بتلزم نادي حامل لقب نادي بطل بطل بجد بطل للقر بقاله دورة المسلمين تاني أنديت العالم حصولاً على البطولات بتلزمه يلعب مباراة نهائية في ملعب الخص وسط كل هذا الجمهور وكل هذه الضغوط وكل هذه المساندات لمجرد أنه ما عادش فيه شفافية في الوسط الرياضي ما عادش فيه انخفاض حد جداً لدرجة أنه جالك جواب أنا عايز أعرف حاجة هو النادي الآلي ده أوليل هو نادي الزمالك ده أوليل الفريتين كانوا موجودين في دور الأبطال الجواب جه في أيام لجنة أحمد مجاهد وفي مجلس جمال علام لأنه جيه 19 يناير ومرة جيه في ديسمبر ومرة جيه في 19 يناير وجمال علاموا مجلسه انتخب في 5 يناير فين الشفافية اللي تقول لنا الجواب ده أخفي ليه ليه مصر ما بعتتش ليه الاتحاد المصري ما طلبش ينظم نهاء دور الأبطال فكر في الكمفدرالية إرضاءاً لبرامد وأشياء أخرى وماكملش حتى في طلب الكمفدرالية بس هو الأهل والزمالك دول أوليلين لما يكونوا موجودين في بطولة النهاء المحتمل يبقى الاتنين يا واحد منهم هيكمل ولو الاتنين ماكملوش انت دولة المقر مهم جداً تستضيف المباراة النهية خاصة ان المرتين اللي فاتوا المغرب هي اللي بتستضيف الدورتين اللي فاتوا وراء بعض المغرب هي اللي بتستضيف انت جبت هنا أهل والزمالك في مباراة أفشا علشان انت طلبتوا وهم طلبوا فكانت النتيجة لو الفريتيب مصريين يبقى الفاينال في مصر ولو الاتنين مغرب يبقى الفاينال في المغرب صعد الحمد لله الأهل والزمالك فجابوه هنا يعني المغرب من ساعة ما حصل لها اللي حصل مع الترجي في مباراة الفاينل وتقرر أن المباراة تتلعب النهاية تلعب من المباراة واحدة وهي بتطلبها كل سنة أنتوا ساكتين ليه أنتوا كمسؤولين عن الكرة وعن الرياضة متواطئين مع مين ليه حق مصر في أن يتنظم مباراة نهائية كبيرة بهذه القيمة البطولة أنتوا شايفين فرقتين من مصر الكبار مشتركين فيها أنتوا سكتوا وسبتوها للمغرب لصالح مين وهذا سؤال صعب هذا سؤال صعب يا سيد الوزير